على مخطط وادي السيليكون في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة يطفو ملف مخطط مركز شرقي مدينة القدس بالأفق تمهيداً للمصادقة عليها في الأشهر المقبلة هذا المخطط الذي يبدأ من شرق باب العمود مروراً بشارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين والزهراء حضود المخطط أيضاً تشمل الجهة الغربية لحي وادي الجوز وجنوب حي الشيخ جراح ليرتبط بشارع نابلس والمصرارة من الغرب هذا المخطط يخدم الأهداف الاستيطانية ويسعى إلى شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين تحت مسمى التطوير في القدس الشريف وفقاً للإدعاء الإسرائيلي يدعي أن هذا المخطط يهدف إلى تطوير مركز شرقي المدينة وتحسين الوضع التجاري والاقتصادي والسياحي في المنطقة كما يدعي إلا أنه بعد ما فحصنا الوثائق واشتغلنا عليها وأتممنا دراساتنا عليها استخلصنا أنه المشروع يهدف في الواقع إلى عكس ما صرح عليه عكس الأهداف المصرح عنها إذ تبين لنا أن الحديث يدور على طريقة مقنعة أو مجملة نوعاً ما لإحباط مركز المدينة لإعدام منطقة مركز المدينة وبالذات الشوارع الأساسية المعروفة فيها الشهيرة اللي هي شارع السلطان سليمان على مدار السنين معروف ما هو شارع السلطان سليمان ومنطقة باب الزهر وباب العمود إعدام الحركة التجارية والسياحية والتوظيفية أيضاً في شارع صلاح الدين وشارع الرشيد وهي تعتبر من أهم الشوارع التجارية الموجودة في المنطقة وإلها شهرتها طبعاً على الصعيد المؤسساتي والتجاري والثقافي والتاريخي وكل ما إلى ذلك المشاريع والمخططات التي تعمل عليها المؤسسة الاحتلالية الإسرائيلية بمدينة القدس في تزايد مستمر بهدف تشويه معالمها وزيادة عدد المستوطنين في الأحياء العربية حيث يعتبر مخطط مطار قلندية من أكبر هذه المخططات بعد أن تم قطع شوط كبير في مراحل المصادقة على بناء 9000 وحدة استيطانية وفنادق ومراكز تجارية بالإضافة إلى مرافق عامة فرغم الاعتراضات التي يقدمها الفلسطينيون إلا أن بلدية الاحتلال لم تأخذها بالاعتبار وتمضي قدمان بتنفيذ هذه المشاريع رغم عدم قانونيتها موضوع الاعتراضات هو موضوع إجراء شكلي بجبر بلدية القدس على أن يكون فيه فترة معينة للاعتراضات لتقديم الاعتراضات لكن هذه الاعتراضات بكل المشاريع التي قامت بها بلدية القدس لم تقبل أي اعتراض كان من أي معترض على مدار السنوات كثيرة في كل المشاريع كانوا يستخدم هذا الإجراء أن الناس تتقدم تقدم اعتراضاتها غالبية الاعتراضات كانت تكون اعتراضات قانونية 100% كملكية أو كأضرار على السكان أو كأضرار على المشاهة أو كأضرار غير من الأضرار لكن هي إجراء شكلي بلدية القدس لا تكون ولا بمشروع في مدينة القدس خاصة في الشطر الشرقي في مدينة القدس إلا لأسباب سياسية أسباب تهويدية بحتة يوجد تخوف وقلق لدى الشارع المقدسي من تعاقب مخططات الاحتلال الهادفة لتغيير معالم المدينة المقدسة والتضييق على سكانها وتجارها بهدف إفراغها من الهوية والوظائف الفلسطينية تأتي المصادقة على تنفيذ هذه المخططات الاحتلالية المتسارعة الهادفة إلى تغيير وتشويه معالم القدس في الوقت الذي عادت فيه نبرة الحديث عن سلام التطبيع مع الدول العربية واستتغييبا كاملا للمدينة المقدسة وأهلها دكتور رامي نصر الله خبير التخطيط الحضاري في القدس الشريف تحياتي لك دكتور رامي السلام عليكم تحياتي كما شاهدنا في التقرير وكما تابعنا الأخبار التي تتحدث عن مخطط كبير وبدون أدنى شك حضرتك خبير في التخطيط تدرك ربما بالتفاصيل الهندسية والعملية والتخطيطية ما يمكن أن يضيف تفسير أكثر لما يجري بداية يجب أن نشير إلى أن منذ العام 2018 قامت إسرائيل بالتسريع بالمصادقة على كم هائل من المخططات المتعلقة لبناء الاستيطاني والتطوير في الجزء الغربي والمستوطنات الواقعة داخل الأراضي المحتلة وهذه المخططات لم يعد هناك أي خجل أو أي اعتبار لأي موقف سياسي حتى للولايات المتحدة في التسريع في عملية هذه المخططات في المقابل سعت إلى تخطيط بعض المشاريع التي لها هداف سياسية مثل مركز المدينة وبالمناسبة هذا المخطط مر أكثر من 18 شهر على عملية طرحه للاعتراضات وتم تأجيل تمديد البت فيه حتى شهر 11 القادم نوفمبر القادم ولكن السبب يتعلق بشكل واضح للتنسيق مع سلطة الحدائق الوطنية وسلطة الأثار وبالتالي نعني الحركة الاستيطانية المتطرفة التي تعمل على إدارة المواقع والمعالم المحيطة بالبلد القديمة بما فيها باب العمود وسلوان والصواني وجبل مكبر إلى آخره هذا هو الهدف من التأجيل أي أن تتم الموائمة بين القرار السياسي الذي تخذ في أيار الماضي بتخصيص 125 مليون دولار لما يسمى بتطوير الحيز العام اليهودي وأنشطه فعاليات مرتبطة بيوم القدس الإسرائيلي أو مسيرة الأعلام والهدف هو تقوية المكانة اليهودية في البلد القديمة التمويل الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية في أيار الماضي لا يخفي بالمطلق الهدف الهدف هو الحفاظ على تطوير الموروث اليهودي في البلد القديمة ومحيطها ويشمل ذلك جبل الزيتون وجبل مكبر سلوان والثوري فهناك نوع من الموائمة بين المنع للتطوير الفلسطيني وضبط الوجود الفلسطيني وعزله بالمطلق عن البلد القديمة بالمقابل السعي إلى مخططات تتعلق بالهوية والرواية اليهودية في البلد القديمة ومحيطها وعلى فكرة هذا القرار يشمل الحوض المرئي للبلد القديمة وليس فقط البلد القديمة ومحيطها المباشر هذا هو الهدف وهذا هو التداخل بين المخططات الإسرائيلية والمخططات التي تمنع الوجود الفلسطيني وتقزمه شو المقصود بالحوض المرئي دكتور كل منطقة تطل على البلد القديمة من جبل المكبر جنوبا إلى جبل الزيتون شرقا إلى منطقة الشيخ جراح شمالا كل هذه المنطقة تم شمولها داخل الأولوية في تحديد ما يسمى إعادة موضعة وإحلال الهوية والرواية اليهودية للبلد القديمة طيب منشوف في وحضرتك ذكرته في التقرير أيضا أنه كان هناك فترة اعتراضات بأي سياق بيجي هذا طالما أن هذا مخطط ومش فا يعني ما حد سائل عن ردود أفعال أي لما يقول أنه هناك فترة للاعتراض هل مثلا حصلت اعتراضات بغض النظر تم التعامل معها دون أن يتم التعامل معها هناك اعتراضات جزء منها ومجرد محاولة بائسة من طرفنا لغياب المبادرة ولغياب التقطيط الفلسطيني البديل جزء منها يتناول الإشكاليات الفنية والتقنية داخل هذه المخططات وهناك الكثير منها لأن المخطط يهدف إلى تجميد مجدد لما هو مجمد من العام 1967 ما أقصد به أن مركز المدينة بقي كما هو عليه أي فلسطيني أو أي عربي يعرف القدس قبل 1967 لو أتى إلى القدس وزارها لن تخفى عليه أي معالم بقي المركز كما هو عليه فبالتالي إسرائيل جمدت فعليا لأكثر من خمس عقود هذا المركز الجديد أنه تم فصل هذا المركز عن البلد القديمة وفصل باب العمود ومنطقة المسرارة عن هذا المركز بهدف تحويل المعالم الرئيسية من الحدائق الوطنية المحيطة بأسوار البلد القديمة بمنطقة وادي حلوة بمنطقة مغارة سليمان في باب العمود كل هذه المعالم تحويلها إلى رواية يهودية جديدة هذا هو الهدف فبالتالي نتحدث عن مخطط شكلي فيما يتعلق بالتطوير الفلسطيني ولكن هدفه هو إضعاف الوجود الفلسطيني الوظائفي المؤسساتي الاقتصادية نعم من وجهة نظر حضرتك أكثر المشاريع خطورة على مستقبل شرق القدس والبلد القديم حدث ولا حرج كل شي خطير ولكن هناك أحيانا نوع من السذاجة بالتعامل مع العلاقة بين الحركات الاستيطانية المتطرفة وهي فعليا ذراع سيادي للحكومة الإسرائيلية منذ التمانينات هي التي تقوم بالمبادرة وحصول على التمويل الحكومي لإقامة حدائق وطنية وسيطرة على حيزات فلسطينية وبيوت فلسطينية ولكن هي مدعومة من الحكومة الإسرائيلية اليوم أصبح جليا وواضحا أن هذه المجموعات هي جزء من الحكومة جزء من الحكومة الإسرائيلية فلم تعد فقط الذراع السيادي التي تتهم أحيانا بأنها هي خارج الإجماع الإسرائيلي هي ليست خارج الإجماع الإسرائيلي هي تقوم بتنفيذ مشروع كولونيالي استعماري لا يختلف كثيرا عما قامت به إسرائيل منذ نشأتها نعم طيب من وجهة نظر حضرتك أيضا مصير العقارات المؤسسات الأماكن المقدسة سواء كانت كنسية أم وقف إسلامي ماذا يمكن أن يحل بها نتيجة لمخطط من هذا النوع هناك أشكالية كبيرة في هذا الموضوع خاصة أن قانون تنظيم البناء الجديد استثنى تعريف من المؤسسات الخاصة من أنظمة التخطيط والبناء أي أن كل المؤسسات العامة يجب أن تكون تحت البلدية أو الحكومة الإسرائيلية ولم يعد هناك تصنيف يسمى بالمؤسسات الخاصة الإدعاء الإسرائيلي خلال جلسات الاعتراض أنه لن يكون هناك هدف لمصادرة الأملاك الوقفية والكنسية باعتبار أنها خاصة ولكن من الناحية التخطيطية لا يوجد تصنيف يسمح للأوقاف الإسلامية والكنائس بالحفاظ على أملائكها باعتبار أن هذه هي عبارة عن مؤسسات عامة طيب كيف بتعامل المحامين والمؤسسات المقدسية مع هذه الاعتراضات؟ يعني الآن في وصف غير واضح ممكن أقول لك أنا ما بتعامل معها كحقيقة واقعة ومن ناحية أخرى حضرتك بتقول أنه يعني ما هو أصلاً فيش إمكانية لتغييرها فشو البناء القانوني اللي ممكن يعترضوا من خلاله لدى الجانب المحتل الإسرائيلي؟ هو الاعتراض بحد ذاته غير كافي وهو قليل القليل المطلوب منذ سنوات هو المبادرة في مقاومة التخطيط الإسرائيلي من خلال جهود مهنية وقانونية فلسطينية مدعومة بجهات خارجية لتقوم بتخطيط الأحياء الفلسطينية سيدي لا يوجد مخطط تفصيلي لأي من الأحياء الفلسطينية اليوم لم يتم بناء أي حي جديد منذ العام 67 إلى اليوم وإسرائيل تقوم بالقضاء على الأراضي الفارغة التي ممكن أن تكون مخصصة للفلسطينيين أعطي مثال بسيط هو قضية مطار القدس الدولي مطار القدس الدولي في شهر حزيران الماضي تم مناقشة مخطط لإقامة مستوطنة 9000 واحدة سكنية هذا المخطط على وشكل تم قبوله من الناحية الإجرائية يشمل أيضا 40 ألف متر لأغراض التجارة وحوالي 300 ألف متر لأغراض التشغيل أغراض العملية التشغيل هذا المخطط هو على أرض مطار القدس الدولي ويشمل أيضا الأجزاء الشمال غربية من منطقة قلندية أو محيط المطار هذا المخطط هو هدفه منع التطوير الفلسطيني باعتبار أن التواصل الفلسطيني هو من البلد القديم شمالا وبالتالي قضاء على أي نوع من التواصل الفلسطيني من خلال إقامة مستوطنة فالهدف هو جيو سياسي بالأساس ومنع التطوير الفلسطيني من خلال تسريع التخطيط الإسرائيلي أولا ومن خلال ضبط ومنع الوظائف والتخطيط الفلسطيني من الناحية الأخرى سمح لي ولابد أنكم على اتصال مع هيئات تمثل جهات دولية غربية هل بدأ التعامل مع ما يجري في القدس كأمر واقع بأنها عاصمة إسرائيل وهي تتصرف بها كما تشاء أم أن هناك ما يزال ما يمكن أن يشير إلى أن كل ما يجري في القدس الشرقية هو باطل من وجهة نظر القانون الدولي هل بقيت مسافة يعني بين النظرتين أستاذنا الكريم أعتقد أن هناك بعض الحقائق يجب أن نتناولها أولا السلطة الوطنية الفلسطينية لم ولن يكن لها أي دور في فرض واقع يخدم الحفاظ على الوجود والهوية الفلسطينية رغم كل الشعارات الشعارات أعتقد أنها هي العدو الأول لمدينة القدس لأنها تغنينا عن الفعل حتى رد الفعل أحيانا تغنينا عنه هذه قضية الأولى القضية الأخرى القدس يجب أن تخرج من إطار تحميل المسئولية لأهلها والقيادة الفلسطينية من جانب آخر وهذه المسئولية الجهات الدولية والأطراف الدولية بما فيها الدول العربية والإسلامية بالكامل باعتبار أن هناك خجل في التعاون مع قضايا القدس ضمن شعارات أحيانا تتعلق بالأولويات أي وجود السلطة الوطنية الفلسطينية والحفاظ عليها واستكمال مسيرتها وأحيانا عدم إثارة قضايا قد تشوش على التحركات الإقليمية القائمة اليوم حتى لا نخفي هذا الحديث كما أن تحييد القدس في أي عملية لرسم العلاقة المستقبلية لأطراف الإقليمية مع إسرائيل هو إقرار بالمخططات الإسرائيلية التي تديرها نفس المجموعة الاستيطانية المتطرفة التي تشكل جزء أساسي من الحكومة الحالية هذا موضوع جدا مهم أحيانا يتم التعامل كأن هذا جسم غريب كأنه نشاز أو ليس كذلك هو جزء من المخطط الاستراتيجي القائم منذ سنوات تنفيذه يتم خلال أدوات مختلفة وهذه هي الأدوات طيب وحنا أكيد حضرتك بالتابع وكلنا من تابع يعني اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكل الكلمات يعني معظم القادة تقريبا أشاره بشكل يعني واضح إلى أنه لابد من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لابد من استعادة مصداقية الأمم المتحدة وجدية قراراتها وكان أيضا مرة أخرى أن الحل هو الحل ما زال أنه لابد من أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية هل بغض النظر عن الواقع الذي نرى هل هذا يعني أن وجهة النظر الدولية هي ما هي عليه بغض النظر عما تتصرف به إسرائيل من حيث أن هذه عاصمتها الأبدي يعني لا أدري من أين أبدأ لأن الموضوع الدولي والعاصم الغير مطروح أصلا نحن نتحدث عن الحفاظ على الوجود الحفاظ على المنع الفلسطيني داخل القدس نحن نخسر كل يوم البذل القديم أصبح عدد سكانها من 30 ألف فلسطيني إلى أقل من 20 ألف فلسطيني خلال عشر سنوات البلد القديم اليوم هويتها والحضور فيها ليس فلسطيني ومستوطنين يعني تخيل أن أطفال المستوطنين هم من يلعبون بكرة القدم في أزقة البلد القديمة وفي على الدراجات الكهرباء على الدراجات يستعملونها هذا ما كنا نفعله ونحن أطفال تم استبدال تم إحلال لهوية البلد القديم وهذا ليس فقط في أجزاء البلد القديمة ولكن في معظمها فبالتالي نتحدث عن الحفاظ عن الوجود في قضية جدا مهمة هي تشكل رمزية أساسية لمستقبل العلاقة مع الدولة الإسرائيلية هو قضية السيادة على المسجد الأقصى لأنه أصبح الاعتقاد العربي والإسلامي أن هذا مطلب لفئة متطرفة تقوم بدور طلائعي هذه ليست كذلك القضية هي قضية إجماع إسرائيلي لكافة الأطياف والأحزاب الإسرائيلية ويجب إدراك ذلك والعمل على عدم الإنخراط في هذا المصار الذي نهايته معروفة بالنسبة لنا هو صراع دين عقائدي وبالتالي أعتقد أن القدس اليوم تحولت إلى رمزية للحفاظ على البقاء والوجود التحول إلى قضايا أخرى إقليمية قضايا لها علاقة بالشرق الأوسط الجديد الذي طرحه نتنياهو هذا بعيد جدا عن إمكانية قيام دولة فلسطينية وعاصمة القدس بل أنه قد يكون الأداء التي تضعف وتستثني وتقتلع وتستبدل الفلسطيني في القدس بمجموعات سكانية يهودية للأسف نحن لا نعي ذلك الوضع وصل إلى مرحلة خطيرة جدا والتغاضي عن قضية القدس باعتبار لا نريد أن نثير إشكاليات مع الطرف الإسرائيلي هو قضية تستغل لفرض الواقع والاستمرار في منهجية هذا التخطيط الذي لم يبدأ اليوم ولكن بدأ منذ سنوات ولكن تنفيذه يتسارع اليوم بشكل كبير جدا سؤالي بنعم أو لا هل ترى أن ما يجري سيجعل من القدس مدينة يهودية خالصة في أمد قريب أو متوسط؟ لا ونعم وهذا مربوط بوجودنا وبإصرارنا على البقاء وهذا مربوط في القدرة على تعزيز المنع الفلسطيني وهذا يتطلب أنا أريد من هذه الناحية أن تودع هذه وديعة أن تقول لنا ما الذي يملكه المقدسيون ومن معهم وأنت تعرف من معهم في الصمود أمام هذا المشروع المشروع المدينة اليهودية الخالصة فعليا نحن أفراد قدرة الأفراد على التغيير محدودة جدا هذا يتطلب أن نودع قضية القدس في ضمير ومسؤولية العالم العربي والإسلامي نعم كل من يتحدث مع الإسرائيل من الواجب عليه أن يثير هذا الموضوع وأن يكون على دراية تامة أن الحفاظ على الوجود الفلسطيني في القدس والمسجد الأقصى والبلد القديمة هو شرط لمستقبل لهذه المنطقة بدون أي شك بدونه لن تقوم قائمة لأحد أشكرك دكتور رامي نصر الله خبير التخطيط الحضري في القدس الشريف شكرا جزيلا لك على كل ما أجليته لنا من ما يجري فيما يخص المخططات التهويدية الجديدة في القدس المحتلة شكرا لك شاهدية الكرام إلى فضل أعزائي أسمحولي أن أرحب بسيادة المطران جمال خضر النائب البطرياركي للاتين في الأردن أهلا بسهلا أهلا بك شرفتنا شكرا أهلا بك نحن الحقيقة أمام تصريحات للبرنامج الكاردنال بيتسابيلا بعد أن تم تعيينه من قبل البابا بابا الفاتيكان بدنا نتابع الحديث أولا ثم على ضوء إن شاء الله نتحدث مع حضرتك أعتقد أن هذا القرار بتعيين كاردنال فإن البابا فرانسيس يريد أن يؤكد على أهمية القدس في العالم المسيحي وليس فقط في العالم الكاثوليكي بل لجميع المسيحيين وأن تكون مهمة الكنيسة والكاردنال لهم صلاحيات وأن تكون صوتا مهما للمسيحيين والكنيسة في هذا الوقت المعقد بالشرق الأوسط وخاصة في أرضنا أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للمسيحيين أن يسمع صوتهم وأن يكونوا جاهزين للتواصل والحفاظ على أسلوب حياتهم في هذا المحتوى المعقد والجميل يجب أن أقول أنه منذ أن تم الإعلان عن تعيين لاحظت اهتماما كبيرا على الأقل في الوقت الحاضر من قبل السلطات الإسرائيلية والعسكرية وغيرها التي اجتمعت معها ولقد ابتقيت مع الرئيس الإسرائيلي والرئيس أبو مازن أيضا ومع الأطر السياسية المختلفة لقد لاحظت اهتماما ونوعا من الاحترام أعتقد بأن هذا شيئا إيجابيا يمكن استثماره في المستقبل أنا أعيش في القدس منذ ثلاثة وثلاثون عاما والآن أربعة وثلاثون ولهذا أرى في كل يوم القدس مكانا جميلا لجميع الديانات القديمة ومكانا للصراع والتوتر ولهذا فإن دور الوصاية الهاشمية التي هي القوة الضامنة والمشرفة التي لديها القدرة على ضمان حقوق الجميع في القدس وتحترم حقوق الجميع وفي هذا الإطار فإن دور الملك عبد الله الهاشمي حيوي تاريخيا وفي الوقت الحاضر حيوي للغاية من أجل أن يكون هناك صوت أعلى خدمتنا لحقوق الجميع خاصة في المعنى الديني حيث أن القدس مهمة صحيح أنه في الشهر الماضي ارتفع توتيرة الاعتداءات على المسيحيين ولهذا علينا العمل في الكثير من الاتجاهات وليس في اتجاه واحد أولها العمل مع الشرطة والسلطات المدنية الرسمية من أجل إيقاف هذه الاعتداءات وملاحقة وإلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين عن هذه الاعتداءات لأن خلفية المعتدين للأسف هي خلفية دينية سياسية في ذات الوقت يجب إعلاء صوتنا وأن نتحدث على المستوى المحلي والدولي من أجل توعية الجميع من خطورة هذه الاعتداءات أنا أتساءل ماذا يعني بالضبط المجتمع الدولي أنا لست راضيا كثيرا بصدق عن هذا الدور كما نشاهد المجتمع الدولي يركز على صراعات أخرى وبالنسبة لهم الوضع في الأراضي المقدسة ليس في قلبي أولوياتهم أولا إن مستقبل المسيحيين في الأرض المقدسة يعتمد على عدة عناصر وليس عنصرا واحدا أو اثنين القلق الأول الذي يؤثر على حياة المسيحيين وليس المسيحيين بل المسلمين أيضا فهم جميعا في هذا الصراع وطالما أن الصراع مستمر فإن الصراع العسكري والعنف سوف يستمر والاحتلال ولهذا من الصعب أن تقنع خاصة الشباب أن يتحدث بصورة إيجابية وجميلة عن المستقبل هم يريدون أن يبنوا عائلات لهم تعيشوا حياة طبيعية كبقية العالم ويجب أن نتحدث عن ذلك حتى يفهم الجميع أن هناك صراع والصراع لم ينتهي بعد ثانيا يجب العمل على دعم المجتمع المسيحي فعندما يكون هناك صراع وتوتر فإن وحدة المجتمع مهمة من أجل دعم بعضنا البعض وبعدها نعمل على الأسباب الحقيقية والعمل على الإيمان فبدون الإيمان لا يوجد ما هو أهم وأيضا يجب دعم المجتمع المسيحي بكل ما يحتاجه مثل خلق وظائف وبناء مشاريع والسكن والمدارس والجامعات وكل ما له علاقة بالحياة الطبيعية يجب أن تكون الكنيسة ليس فقط للكاثوليك بل من أجل المجتمع كما قلت ليس سهلا العيش هنا كل شيء معقد حتى الأمور الطبيعية مثل الحركة الذهاب إلى المستشفى أو العمل أو إيجاد منزل كل هذه الأمور صعبة في كل مكان ولكن هنا معقدة أكثر لأنك بحاجة إلى تصاريح هذه التصاريح لا تعطى وإن أعطيت فهي متأخرة حتى إن الثمن المدفوع قد يكون سياسيا لأن الصراع مستمر كل هذه الأمور يتأثر بها المسيحيين أيضا ليس لدينا المصادر الاقتصادية والمالية من أجل حل كل هذه الأمور هذا يخلق في بعض الأحيان لا أريد أن أقول إحباطا بل قلقا لدى الأجيال الشابة كيف يعيشون في مجتمعاتهم ماذا سيفعلون في المستقبل وهم يفضلون السفر خارج البلاد وهكذا وكما هو معروف فإن المجتمع المسيحي لديه درجات تعليمية عالية ويريدون مهنيا أن يحصلوا على الرضا والمكان وهنا هذا صعب جدا لهذا أعود على ما قلته سابقا الإيمان الإيمان يعطيك رؤية وقوة لمقاومة هذه الأوضاع وأن تعمل من أجل البقاء والصمود أولا أن يجب أن نحبهم بدون حب لا توجد حياة وبعدها نسمع صوتنا عاليا في المجتمع الدولي وأن نوفر الدعم من الكنيسة الكاثوليكية حول العالم من أجل إيجاد جميع الوسائل لدعم وخلق فرص عمل ومشاريع وكل ما هو ضروري من أجل خلق واقع على الأرض وليس فقط بالأقوال ومن الأهمية لنا كمسيحيين هنا بأن لا نفعل كل شيء لوحدنا يجب العمل مع الآخرين أولا مع الكنائس المسيحية الأخرى وأن نعزز العلاقات ونوثقها وأن نبقى مع الكنائس المختلفة ونتوحد في الرؤية من أجل دعم المجتمعات المسيحية وأن نعمل مع المجتمعات غير المسيحية أيضا سواء في المستشفيات والمدارس ومشاريع مختلفة اقتصادية من أجل دعم كل المجتمع برمته وليس فقط المسيحية أنا واثق أنه رغم كل التحديات يجب أن لا نخاف القلق مشروع ولكن الخوف مرفوض ممنوع النخاذ برحب بحضرتك سيادة المطران جمال خضر مرة أخرى شكرا على الاستضافة واضح أن الكاردينال بيتمتع بشخصية سياسية وديبلوماسية أضف إلى ذلك أنه مقيم في القدس منذ 34 عام تعيين بهذا الشكل جاي في سياق كأنه استثنائي نعم سياق استثنائي تعيين بطرياركي القدس كاردينال نعم وللتوضيح في الكنيسة الكاثوريكية هناك 120 كاردينال نعم فاختيار واحد منهم وللمكان الذي يتمتع فيها المجمع الكرادلة نعم هو اختيار مهم جدا نعم أنت على معرفة شخصية بالكاردينال أكيد نعم تحكين عنه إذن هو من الأشخاص الذين بدأوا بحضروا إلى القدس نعم من أجل هدف الدراسي ولكن وقع في حب المدينة المقدسة نعم وفي خدمتها وعمل كثيرا كان يتمتع بصفات شخصية كان مسؤول رئيس لفرانسيس كام حرس الأراضي المقدسة مدة 12 عام وهذا بتمتد من مصر إلى تركيا نعم كل اللي فرانسيس كان الموجودين نعم كان يتمتع برؤية دائما للمستقبل كيف يمكن أن نبني هذا المستقبل نعم وبعدين تعيينه في البطرياركية اللاتينية واللي اختار من اليوم الأول أن ينتمي إلى البطرياركية ويعمل بجد في كل أجزاء البطرياركية وعلى اللي بتشمل أيضا المملكة الأراضيية هاشمية وقبوس نعم عمل حالة ارتياح بالنسبة للطائفة نعم جدا في لقاءاته وإذا لحظنا في كلماته وتركيزه على الشباب واهتمامه بالشباب وإصغاؤه للشباب مش أنه يعطي دروس للشباب بقدر ما أنه يسمع لهم ويسمع لحتياجاتهم ويعمل بشكل جدي في سبيل السعي لحل مشكلاتهم نعم اسمح لي الكاردنال أشار باتسابالا بشكل واضح إلى الوصاية جلالة الملك عبدالله ثانم الحسين وصاية هاشمية وكان يتحدث في السياق عن إيجاد رؤية مشتركة بين الكنائس بين الكنائس والهيئات الإسلامية وفي إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى أي درجة ترى أنه أو ما الذي أراده أن يقوله في هذا السياق بإطار الرؤية الأكثر تأثيرا هذه الرؤية مهمة جدا لأنه مثل ما شفنا في القسم الأول من هذا البرنامج نعم أنه أهل القدس متركين تم السلطة الوطنية الفلسطينية لا تستطيع أن تدخل في القدس تم إغلاق العديد من المؤسسات ضغوطات قوية جدا نعم فمن يقف مع أهل القدس من يقف مع القدس هنا تأتي أهمية الوصاية الوصاية الحشمية هناك صوت صوت قوي لصالح القدس للأماكن الإسلامية وللأماكن المسيحية المخططات تشمل الأماكن المقدسة إذا شفنا أرجعنا المخططات في شرق القدس وفي جبل الزيتون بالذات هناك مخططات لتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية بحتة وليس الحفاظ على الطابع الديني من هنا وجود جلالة الملك الذي يدافع عن المقدسات والتي يدعم المقدسات وبشكل خاص ومميز دعم الوجود المسيحي في القدس من على المنابر الدولية تكلم جلالة الملك عبد الله عن هذا الوجود وعن أهمية هذا الوجود وهذا يعطي دفع الأمام إذا كان على أهل القدس أن يعملوا يعملوا معا كما قال غبطة البطريارك بين الكنائس ويعملوا مع باقي المؤسسات هي لخير القدس ولذلك نحن بحاجة إلى هذا الصوت بحاجة إلى هذا الموقف بحاجة إلى هذا الدعم لأن أهل القدس بيشعرونهم بدون ظهر بدون دعم سيادة الكاردنال برضو قال مرة أخرى أنه ما في عذر لانشغال المجتمع الدولي عن القدس وقال أنه مش ضمن أولوياته لكن عندما وحضرتك شفت الجزء الأول من هذه الحلقة واضح أن المحتل الإسرائيلي ماشي بالتهويد تهويد ممكن تعطيه بعدين سياسي ولكن البعد الأهم هو بعد ديني وعقدي ويتحدثون عن التوراة وعن النبوءات التنمدية وما شابه ذلك اليوم في المقابل لما نقول المجتمع الدولي المجتمع الدولي أيضا صحيح أنه سياسي ولكن له أيضا صفة دينية عندما نتكلم عن دول الغربية نتكلم عن دول مسيحية وصحيح أن الحكومات يعني علمانية ولكن كل شخص وكل رئيس في داخله شيء من الكنيسة التي ينتمي إليها كيف ممكن يكون فيه يعني صياغة موضعية توصف هذا الوضع بشكل صحيح حتى تقول للآخرين وين هي المسؤوليات المترتبة عليك الجانب اللي طرحته مهم جدا خصوصا في موضوع الرواية والرواية الدينية واستغلال الرواية الدينية لتهويد القدس والسيطرة عليها وللأسف هناك العديد من المسيحيين في الغرب يتبنون هذه الرؤية الصهيونية الدينية فيما يتعلق في القدس هنا يأتي دور الكنائس وهنا يأتي دور الوجود المسيحي بشكل خاص هناك جهد كبير قام به يقوم به الفلسطينيون المسيحيون لفضح هذه الرواية الصهيونية والاستغلال الدين والاستغلال الكتاب المقدس هناك عشرات المؤتمرات واللقاءات إن كان في فلسطين أو في الخارج لشرح هذه الرواية موضوع الرواية موضوع مهم جدا تحويل مدينة القدس إلى عاصمة داود قبل ثلاثة ألاف سنة هي بناء على أساطير بينما القدس اليوم التي تحتاج إلى أن تحترم هوية القدس وهنا دعني أتكلم عن المكون المسيحي في القدس أهمية الوجود المسيحي على عدة مستويات بينها أنه جزء أصيل من هذه المدينة من أخير سنة ولا يمكن أن نتخيل مدينة القدس بدون المسيحيين نحية ثانية هي نحية الرواية وفي الغرب سهل جدا أسهل على الإسرائيل أن تحيد المسيحيين أو أن تلغي وجودهم لأنه تؤيد هذا الكلام يؤيد روايتها أمام العالم أن الموضوع هو صراع مع التطرف الإسلامي وهذا ليس صحيح بالتأكيد ولكن الصوت المسيحي هو الذي يستطيع أن يتحدى هذه الرواية الدينية التي يتقوم بها اليهود إذن الرواية الدينية الصهيونية المبنية على العهد القديم الكتاب المقدس وأيضا الرواية أمام العالم بأن هذا صراع هذا احتلال هذا احتلال فهنا الوجود المسيحي الصوت المسيحي صوت غبطة البطريارك الكاردينال اليوم أمام الكنيسة الكاثريكية أمام العالم كله يعني أذكر أنه في الاجتماع الأخير ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وصلت رسالة إلى الرئيس الأمريكي من مجموعة من الكنائس الكبيرة في الولايات المتحدة تذكر الرئيس بضرورة تأكيد على حرية العبادة على ضمان الحرية للأماكن المقدسة وعلى وقف هذه التعديات المتكررة والمتسارعة ضد الوجود المسيحي والمسيحيين في مدينة القدس نعم إحنا يمكن تابعنا في هذا البرنامج مرات عديدة واستمرين في كل الاعتداءات التي تحدث على الكنائس تحدث أيضا على الرموز الدينية المسيحية وكما أشار أيضا الكاردينال إلى أنه في ضغوط بتعرضوا إلى هالشباب وبيأسوا وكلهم مش لازم تخافوا وأنه البقاءكم مربوط بالإيمان بطبيعة الحال لكن هذه القضية أحيانا يقال أن يعني الشباب المسيحيين تيسر لهم الأمور كي يغادروا القدس ربما مبالغ في أن أقول تيسر ولكن طبيعة اهتمامهم بالتعليم على سبيل المثال يسهل لهم عملية إيجاد فرص عمل وإيجاد فرص للدراسة في الخارج مع المدارس المميزة الموجودة في مدينة القدس ومع التركيز مع فقدان كل شيء آخر التركيز على التعليم فالتركيز على التعليم هو ما يساعد حق طبيعي ويعني وجود أيضا عضاء من العائلة يسهل هجرته وهذا اللي تبدل الكنيسة جهد كبير لمنعه خلينا هنا أذكر أيضا بدراسة نعملت قبل عدة سنوات واللي ظهر فيها أنه الكنائس في فلسطين هي ثالث أكبر مشغل في فلسطين بعد السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة الغوش فالمؤسسسات المسيحية لمختلف الكنائس الوظائف إيجاد الوظائف في مدينة القدس نفسها إلى آخره هذا عمل على أرض الواقع من أجل تثبيت الشباب المسيحي في المدينة يحتاج إلى عمل وإلى سكن هذه الأمور الرئيسية يعني في رأي حضرتك أنهم لا يتعرضوا للضغط لأنهم مسيحيين ولكن لأنهم مقدسيين صحيح مية بالمية وهذا نفس الضغط يعني بروح على مدينة القدس بتجول في مدينة القدس تقدرش تتميز من مسيحي من مسلم ولكن العربي المقدسي وبالنسبة للمتطرف اليهودي أيضا مش مميز لا يميز لا يميز أبدا مع عداء خاص للرموز الدينية المسيحية من قبل هؤلاء المتطرفين طيب واقع وضع يعني هو أشار الكاردنال باتسبالة إلى أنه أجر محادثات مع الرئيس الإسرائيلي ومع الرئيس الفلسطيني وأنه يحاول أن يجد مسافة يعني معقولة من التفاهم مع الأطراف الإسرائيلية وغيرها لكن هل يعني تتوقع أن تعيينه ممكن أنه يعمل رد في أقوى بالنسبة الاعتداءات للمتطرفين يهوض ضد كنائس ومسيحية القدس باعتبار أنه هم عارفين أنه هو يعرف يعني ما الذي يجري هذا التعيين ككاردينال يعطيه صوت أقوى على مستوى العالم قبل كان ولا يزال طبعا بطريارك مدينة القدس وهذا منصب له مرحوق ولكن على مستوى الكنيسة الكاتركية وعلى مستوى العالم أن يصبح كاردينال يصبح صوته أقوى في حواراته وفي لقاته مع الكنائس أيضا الموجودة في مختلف أنحاء العالم فتعيين كاردينال يعطي مكانة تسمح له أن يدافع أكثر عن مدينة القدس وأن يكون له تأثير أيضا سياسي مع أصحاب القرآن بهذا التعيين قصة أنه قادر على تشخيص كل ما يجري نعم بوصف دقيق بدون مبالغة بدون وعلى فكرة هو يتكلم اللغة العبرية ولا يستطيع أحد أن يتهم أنه معادي لأي شخص ولكن دفاعه عن مدينة القدس والحفاظ على الأماكن المقدسة وعلى أهل مدينة القدس وكما ذكر مسيحيين ومسلمين لأنه ما هو خير للمسيح وخير لأهل القدس جميعا شو بيقصد وضع معقد ولكن جميل بحاجة إلى خبرة العيش في مدينة القدس نعم التنقل في القدس صعب بروح على القدس زائما ولا أملك تصريح لدخول القدس نعم الصعوبة في أن نجد المساطنين في كل الشوارع حتى في باب الخليل وباب العمود نعم في الحواجز في التواجد الجيش الموجود في الوصول إلى الأماكن المقدسة والآخر هي في صعوبة هذه موجودة ولكن التواجد في مدينة القدس الصلاة في مدينة القدس نعم التجول في شوارع القدس لا تعوض نعم فهذا الحب لهذه المدينة هو الذي عناه بكلمة أنه هو واقع جميل أكيد نعم يعني القدس رائعة وجميلة وجذابة وقريبة من القلب لكل مؤمن نعم لكل مؤمن ونرى ذلك لجميع المؤمنين وحتى من يوصلوا في المسجد الأقصى سهل يوصل إلى المسجد الأقصى يعانوا كثيرا تمام ولكن الصلاة في المسجد الأقصى تستحق كل هذه المعاناة الصلاة في كنيسة القيامة تستحق عبور كل الحواجز التي توضع في الأسبوع المقدس مثلا وكل العوائق نريد أن نكون موجودين في مدينة القدس لأننا باختصار جميعا نحب مدينة القدس كمؤمنين نعم في هذه المدينة واضح أن الثنائيات عنده يعني خاصة مثلا بقول صوت قوي وصورة مشرقة نعم كيف فهمت الصوت القوي الآن كان دائما غبطة البطريارك مدافع عن مدينة القدس نعم الآن يريد أن يتحدث مع كل الكنائس نعم بصوت موحد حتى يكون هذا الصوت هذا بيعمل قوة هذا بيعمل قوة أن يتحدث مع المسؤولين في العالم وخصوصا مع الكنائس اللي موجودة في العالم لأن تأثير العنصر الديني زي ما تفضلت هو تأثير قوي موجود في الغرب حتى نعيد لمدينة القدس هذا البهاء بهاء مدينة القدس وجمال مدينة القدس عندما يعيش أهلها بسلام في هذه المدينة ويحصلوا على كافة حقوقهم الموضوع السياسي نعم ولكن غبطة باتريارك لفت الانتباه إلى الحياة اليومية للمقدسيين إلى حاجتهم إلى السكن وحاجتهم إلى العمل وحاجتهم إلى دخول المدينة فيجب أن نلتفت أيضا إلى الحياة اليومية لهؤلاء المقدسيين جميعا حتى يتمتعوا بكامل حريتهم وحقوقهم في هذه المدينة المقدسة عندما يتم تنصيب الباتريارك في حاضرة الفاتيكان في الأيام القادمة هل تكون هناك فرصة مثلا لكي يدحدث بهذا الشأن مع بابا الفاتيكان مثلا أم أنها هي يعني مراسيم لا تحتمل لا سيكون هناك حديث نعم وهناك تواصل مع قداسة البابا نعم وقبل أسبوعين كان هناك لقاء ما بين غبطة الباتريارك وقداسة البابا في مكتبه الخاص نعم مكتب البابا في روما نعم فستكون فاتحة لمزيد من التواصل مع قداسة البابا ومع مختلف الدوائر في الفاتيكان التابعة للكنيسة الكاتوليكية الاحتفال نفسه سيكون احتفال رسمي ولكن سيكون هناك مناسبة للقاء الشخصي مع قداسة البابا نعم هل تتصور أن هناك فرصة لأن تكون القدس مدينة كل الأديان مثلاً أم أن هذا المشروع الذي نرى وهذا التطرف في طرح المسألة ومثل ما قلنا أن هناك من يقول بأن هم يتصرفون على أنهم يمضون قدماً في أمر إلهي يدعوهم لكي يقيموا الهيكل قبل تمهيداً لكي يأتي المسيح وين بتشوف بكل أمانة بكل أمانة الوضع صعب نعم واللي بيشوف القدس وبيلاحظ التغيير الذي يحدث على طبيعة القدس نعم اللي بيعرف القدس في الزمان كان يعرف أنه باب العمود هو المركز باب العمود صدفة هاشمي هامشي نعم هامشي في المدينة هذا التغيير مؤلم ولكن هناك موضوع الموضوع الأول موضوع السياسي لابد من وجود ضغط على دولة إسرائيل لوقف هذا التهويد وهذا ما ينقص هذا ما ينقص في المجتمع الدولي والنحية الثانية هناك ضرورة لدعم صمود المقدسيين في مدينة القدس هذا أكيد نعم أنا أبدأ أشكرك سيادة المطران جمال خضر النائب البطريار كيلي اللاتين في الأردن شكراً جزيلاً شكراً لكم أهلاً ومشاهدية الأعزاء بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عين على القدس نلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى